فإن تمنع ليلة وتحم بلادها علي فلن تحم علي القوافية خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين لا يرجوان تلاقية هذا ما كان يقوله قيس عن بعد ليلة عنه ويبدو أن شوق العاشقين دائما ما كان همما مهما اختلف الزمان فالبعد يجعل التعبير عن الحب معضلة ويبدو أن هناك من في زماننا هذا زمن التكنولوجيا من يبحث عن حل للاشتياق للشوق مشاغل الحياة أحيانا تجبر العاشقين على الابتعاد عن بعضهم ومن وسائل التعبير طبعا عن الاشتياق قد تكون القبلة يقومون بإرسال بوسات عن طريق خاصية الاتصالات المرئية والفيديوهات المسجلة هناك طالب جامعي صيني في مدينة تشانكتشو يعاني من الاشتياق لحبيبته ولأنه صيني لا يجعل المسافات عائقا بينه وبين التعبير عن مشاعره فابتكر جهاز تقبيل عن بعد وحصل من خلاله على براءة اختراع جهاز التقبيل عن بعد أصبح متاحا بالأسواق بكلفة بسيطة حوالي 37 دولار هذا الجهاز يدار بواسطة تطبيق على الهاتف الجهاز يحتوي على شفاه مصنوعة من السيليكون يمكن من خلاله إرسال واستلام القبلات بعد تحميل التطبيق وتوصيل الجهاز بمنفذ شحن يمكن العشاق بدء مكالمة فيديو وإرسال نسخ طبق الأصل من قبلاتهم إلى بعضهم البعض حيث يستخدم مستشعرات تحاكي الضغط والحركة والحرارة الله يعلم ما يستخدم هذا الجهاز والصوت ربما الذي يصدر عنده التقبيل تعود فكرة ابتكار جهاز التقبيل عن بعد بحسب مبتكر الجهاز جيان جونجلي لصحيفة جلوبال تايمز يقول استوحيت الفكرة من خلال علاقة طويلة الأمد أو طويلة المدى مع صديقتي في مدينة ثانية والتي كانت تتم عبر الاتصال ببعضنا عن طريق الأنترنت والهاتف كنا نشتاق لتقبيل بعضنا البعض فجاء الإلهام من هنا ونشأت فكرة اختراع هذا الجهاز طبعا يسمح الجهاز أيضا للمستخدمين بالاقتران مع الغرباء إذا أرادوا ذلك أن يقبل غريبا بشكل مجهول من خلال خاصية مربع التقبيل إذا تطابق شخصاني غريباني بنجاح يمكنهما طلب تقبيلي بعضهما البعض هذا الجهاز أثار ضجة بين مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي تباينت آراءهم بشأنه كيف يتقبلوا هنا مثلا عبد الرحمن عطى هي وصلت لكذا ينهر أبيض هي الصين عايزة أي من البشرية كل ما تكون فضية تخترع حاجة غريبة زي البوس عن بعده وما خفي أعظم أما هنا عبد الله أبو الضبعات أكيد هذا الجهاز سيكون عاديم الإحساس والمشاعر الطيبة بين الزوجين ولا يمكن استبدال المشاعر الحقيقية بالخرافات التقنية مهما تقدمت التكنولوجيا أما فوزي من سنتين عملوا شاشة تلفزيون نستطيع تذوق الطعام من خلالها كما يقول فوزي ومن يومتها كل أسعار الأكل ولعت ربنا يستر ليسعار البوس من بعد الجهاز أما هنا ماجد زغلول سنرى أيام سودة هي ناصة لما كده والشباب ضاعد ودي خطوة أخرى نحو التوحد والتقوقع وخير من التوحد الأخ ماجد زغلول أما إسلام كامل ده واقع ولازم نتابعه ستشوف ما يبقى فيه أخطر من البرنامج ده ولازم نوعع الناس وولدنا لأن القادم أخطر لو لم نستعد لتلك التكنولوجيا المرعبة سوف تقضي على أبسط مبادئ البشرية شاهدين جدرون بالذكر بأن هذه الفكرة ليست بالجديدة حيث ظهرت أول مرة في المسلسل الأمريكي الكوميدي الانشطار العظيم بيك بانغ عام 2011 في الحلقة الثانية من الموسم الخامس عندما قام هيورد باختراع جهاز تقبيل عن بعد لصديقته لينورد التي تربطه بها علاقة حب عن بعد مع صديقته بري في الهند شكرا لمشاهدتك التراندينج سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر